الدكتور محمد سيد طنطوى اللي يرحمه كان راجل طيب وما بيحبش زعه للحكومة وكان دايما بيقول وقطيع الله وقطيع الرسول وقوله الأمر منكم دعم فواد البنوك وقلم شربه وقف ضد النقاب ومنعه في الأزهر وفي مرة لقى طالبة لابسها شدوا من على وشهة وقال لها أمان لو كنت حلوة كنت عملت فينه آه باختصار كل فتاوي ماشي على مزاج الحكومة وعلشان كده الرئيس مبارك كان بيحبه وبيقدره وعينه في منصب مفتي الجمهورية سنة 86 وبعد عشر سنين عينه شيخ للأزهر الشريف وبعد ما تعين في منصب المفتي بشوية طابة رجعت تاني لنا والدولة عملت حفلة كبيرة لرفع العلم المصر عليها وشارك في الحفلة كل رجال الدولة وأولهم الرئيس مبارك الدكتور محمد سيد طنطوى حضر الحفلة وعلى الطيارة كان قاعد جنب الدكتور مصطفى الفئي سكرتر رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة في الوقت ده الشيخ طنطوى قال له مصطفى الفئي عندي رسالة للرئيس مبارك لازم توصلها يا مصطفى به آخر مرة رحت قريتنا في سهاج لقيت معظم الأسر المسيحية عزلت وراحت المدينة بسبب التعصر وضغت على الأقباط من المتطرفين في القرى ده شيء الإسلام ما يقبلوش ولا يمكن نرضى به دول أهل كتاب ولازم نعملهم زي ما الإسلام بيقول اللي بيحصل ده خطر كبير جدا مصطفى الفئي قال له حضر يا مولانا هبلغ الرئيس أول من يرجع بإذن الله وبعدين قال للدكتور طنطاوي يا مولانا رمضان على الأبواب وأتمنى يكون الجمعة مش الخميس علشان احنا مسافرين الخميس والصبح لولايات المتحدة الأمريكية في الزيارة السنوية للرئيس المفتي بص للفئي وقال له ده رغبة السيد الرئيس ولا طلب منك إنته مصطفى الفئي بيقوله ان كان بيهزر مع الشيخ لما قال له كده لكن حس ان الراجل واخد الموضوع بجاد فقال له لا لا يا مولانا الرئيس ملوش دخل على الإطلاق في الموضوع ده ده طلب مني لو كان شرعي ويجوز يعني الدكتور محمد سيد تنطاوي رضب عليه وقال له لو أراد الرئيس لأجلناه بسبوعا وده هكون لتنين بعدها ولما وصلوا القاهرة حكى مصطفى الفئي للرئيس مبارك عن موضوع أجباط سهاج واللي حصل لهم وزي ما قال الفئي مبارك اتأثر جدا باللي حصل للأجباط واستدعى المسؤولين عن الملف وأمرهم يبحثوا في الموضوع بسرعة ويمنع تكراره خصوصا ان الإرهابيين في الفترة دي كانوا كل شوية استهدفوا المواطنين للأجباط وفي يوم الرئيس مبارك كان رايق وهنا مصطفى الفئي لقى الوقت المناسب واحكاله عن موضوع تأجيل شهر رمضان مبارك ضحك وقال له الشيخ سيد طنطا وراجل طيب ومحترم ومش قدق لعيبك رحم الله الرئيس الأزمق محمد حسن مبارك والشيخ محمد سيد طنطا والذي رزقه الله بحسن الخاتمة ومات ودفنة في الأراضي المقدسة